شخص كان عمله في شؤون البناء عامل بناء يختص بلون من ألوان أعمال البناء كان فقيراً صار مليارديراً الآن من مسؤولي العتبة العباسية قطعاً بشهادات أكاديمية مزورة لا شأن لي بالإسم لكنهم إذا كذبوا سأعرض الأسماء والصور وسائر التفاصيل أنا لا أتحدث عن الأسماء أتدرون لماذا؟ لأن الأشخاص ليسوا مهمين حتى لو عرفوا وحتى لو أن السيستانية يريد أن يرتب أثراً أتدرون ماذا يصنع؟ سينقل هؤلاء إلى مسؤولية أكبر بعد أن يمنحوا إجازة كي يسافروا إلى تركيا إلى لبنان إلى أي دولة أخرى كي يتمتعوا هناك وبعد ذلك يعودون ويستلمون وظيفة أعلى ويجلبوا بدلاً منهم ما هو أسوأ وأنجس منهم هذه سيرة السيستاني وسيرة الأحزاب الشيعية الدينية هذه هي سيرة المعمول بها فإذا ما ثبت الفساد على شخص من أتباعهم الفسدين يعزلوا لفترة معينة ويمنحوا إجازة ويسافروا على نفقتهم لشهرين أو ثلاثة ثم يعود كي يستلم وظيفة أفضل وبراتب أعلى المحل السابق يؤتى بشخص هو أسوأ من وأحقر من وأقبح من وأفسد من هكذا تدار الأمور في المؤسسات التابعة للسيستاني وحتى لبقية المراجع الحال واحد أنا لا أتحدث عن السيستاني فقط أنا لا أتحدث عن السيستاني فقط السيستاني لأنه هو المرجع الأعلى فيكون في المنزلة الأولى في حديثي وإلا البقية على نفس المنوال وكذا هي الأحزاب الشيعية الدينية لأنهم جميعا يشربون من نفس الكنيف ويأكلون من نفس الكنيف من هذا المنهج الأعواج من منهج حوزة الطوسي هذا المنهج القدر على أي حال نعود إلى هذا الذي كان عاملا يعمل في بعض ألوان أعمال البناء وصار مليارديرا بعد أن عين من قبل السيستانيين في النجف عينوه مسؤولا في موقع كبير ومهم في العتبة العباسية بحيث كان يقول ويردد من أن أحمد الصافي الذي هو المسؤول الأول في العتبة العباسية لا يستطيع عزله لا يستطيع نقله من وظيفته هذه لماذا؟ لأنه مؤيد ومبارك من قبل محمد رضا السيستاني على أي حال هذا الرجل طغى كثيرا يسافر لأجل المتعة الجنسية إلى خارج العراق من جملة البلدان التي يذهب إليها يذهب إلى لبنان يقيم علاقات جنسية مع لبنانيات إلى أن وصلنا إلى النقطة التي أريد الإشارة إليها فجاءت لبنانية تريد أن تقابل المسؤولين تريد أن تقابل أحمد الصافي طردوها فرفعت صوتها عاليا في الصحن العباسي من أنهم لو لم يقابلوها ومن أنهم لو لم يضعوا حلا لمشكلتها مع ذلك المسؤول الكبير السيستاني فإنها سترفع أمرها للإعلام والفضائيات لما وصل الخبر إلى أحمد الصافي سهرع لإغلاق هذا الأمر إنها فضيحة في العتبة العباسية فالتقى بها فالتقى بتلك المرأة التي قالت من أن هذا المسؤول قد خدعها وقد ضحك عليها فكيف أغلق أحمد الصافي هذه القضية لقد قرر لها راتبا من أموال العتبة العباسية راتبا عاليا إلى آخر عمرها وهذا الأمر ثبت بشكل قانوني هذه لبنانية ما هي بعراقية حتى يضربوها ميشلاق هذه لبنانية وجاءت وجاءت وهي عارفة ماذا تفعل وماذا تصنع فلذا أعطيت راتبا عاليا إلى آخر عمرها وأعطيت مكافأة وماذا بعد واشتروا لها بيتا فخما في لبنان كل ذلك لأجل الذكر العزيز المحترم المبجل لذلك المسؤول السيستاني هنا استطاع أحمد الصافي أن يخرجه من تلك المسؤولية وأن يوكلها إلى شخص آخر وأعطوه إجازة ذهب إلى تركيا كي يمتع ذكره العزيز المبجلة المحترمة بأموال العتبة العباسية وإذا ما فعل شيئا أيضا فإن العتبة العباسية ستسدد الآثار التي تترتب على ما يفعله ذكر ذلك المسؤول السيستاني الكريم ذهب إلى تركيا لمدة شهرين تمتع هناك مع التركيات وعاد إلينا عاد بطلا فاتحا عظيما وها هو إلى يومك هذا مسؤول كبير في العتبة العباسية إنه عضو في مجلس إدارة العتبة العباسية إلى هذه اللحظة أنا لا شأن لي بهذا السيد السستاني الكريم بهذا عامل البناء الذي صار مليارديرا لا شأن لي بهذا الرجل كما قلت لكم إذا عزلوه سيأتون بشخص آخر وهو يوضع في وظيفة أفضل ويكرم وتقدم له المكافآت هذا هو واقع المرجعية السستانية أنا عندي سؤال لأحمد الصافي أحمد الصافي أنت سورة الفاتحة ما تدبرها وأخرجنا الفيديوهات معقول العباس وموكلك على أمواله بحيث تصرف بها بكيفك هذه أموال العباس العباس موكلك أن تدفع من أمواله لتغطية نفقات آثار الذكر العزيز لذلك المسؤول السستاني العباس مكلفك محمد الرضا السستاني مكلفك من أولي مكلفك هذه أموال العباس تدفع لأجل أن يتمتع هؤلاء السفلة من موظفي العتبة العباسية كي يمتعوا ذكورهم كما قلت لكم تبين أن للإسلام خصية يجب الدفاع عنها مثل ما قال لهم بخصوص الأمين العام للعتبة العلوية أن حافظوا على بيضة الإسلام حافظوا على خصية الإسلام وهنا نحافظ على ذكر الإسلام تدفع الأموال من أموال العباس كي يتمتع وبعد ذلك حينما تظهر فضائحهم لابد من سدي فضائح ذكورهم من أموال العباس يمتكلفك العباس يا أحمد الصافي يا أحمد الخابط أنت مو صافي أنت خابط يا أحمد الخابط يمتكلفك العباس حتى تدفع فلوسه تسد فضائح ذكور السيستانيين يمتكلفك أين هو الصلاح والإصلاح أنت وغيرك تخرجون علينا في خطب صلاة الجمعة تحدثوننا عن الصلاح والإصلاح الذي حدث في الأمة بعد مقتل الحسين أين هو هذا الصلاح والإصلاح نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر